دول أمريكا اللاتينية لها موقف مختلف عندها موقف داعم للقضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعض هذه الدول قامت بسحب السفراء وقطع على علاقات مع قوات الاحتلال خلينا نتابع التفاصيل أكتر مع دكتورة غادة جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية دكتورة صباح الخير أهلا بيك صباح خير أهلا بيك دكتورة إزاي بتشوفي الدعم المستمر من قبل أمريكا اللاتينية لفلسطين ورفض العدوان على غزة طبعا نحن نتكلم عن دول أمريكا اللاتينية يعني اللي هي مش أول مرة تقطع علاقاتها مع إسرائيل إن ده تم بالفعل سنة 2009 وبدأت أيضا من دولة بلوفيا بقطع العلاقات مع إسرائيل بسبب العدوان أيضا على قطع غزة فدي مش المرة الأولى وده طبعا لي عدت أسباب وترقومات منها السياسية والاقتصادية والتاريخية طبعا نحن نتكلم عن دول أمريكا اللاتينية بتضم عدد من الدول أكبرها طبعا دولة البرازيل والهي الحقيقة عدت أسباب في قطع علاقاتها مع إسرائيل أولا هي ليست لها التبعية العظمى أو الأولى للولايات المتحدة الأمريكية كما تفعل باقي الدول الغرب أو بالأخص دول الاتحاد الأوروبي ما ننساش البرازيل وانضمامها على مجموعة البريكس اللي هي بتناهض في الأساس مجموعة السابع الاقتصادية ما ننساش كمان أن البرازيل وبعض الدول في أمريكا اللاتينية عقدت بالفعل عدد كبير من الصفقات مع الصين والصين طبعا لها اتجاه مختلف تماما تجاه هذه القضية عن أمريكا وعن دول أوروبا نحن كمان بنتكلم أن دول أمريكا اللاتينية لها أصول تاريخية يعني عانت فيها بسبب العنصرية والاتهاد العنصري في هذه الدول بسبب الأصولية لسكان دول أمريكا اللاتينية فنقدر نقول إن فيه كمان غير بعض الاقتصادي في بعض إنساني وحقوقي فهذه الدول دايما بتنحاز للدول اللي بتعاني من قضايا إنسانية وحقوق الإنسان والعنصرية والتمييز لأن هي عانت بالفعل هذه الدول من هذه الأمور والقضايا على مرع العسور والتاريخ نقدر نقول كمان أن سكان هذه الدول هم سكان أصليين بيبحثوا عن الأرض بيبحثوا عن الحقوق فعلشان كده بينزروا للشعب الفلسطيني وقطاع غزة طبعا عشان الأزمة مندلع الآن في قطاع غزة إن ده أمر حقوقي وأمر مشروع لأن دول سكان الأرض وأصحاب الأرض وإن بنزروا لكان الإسرائيلي إنه محتل فطبعا هذا الأمر طبيعي ونقدر نقول كمان إن أمريكا اللاتينية بدولها قدرت تاخد هذا القرار بسهولة نظرا للبعض الجغرافي يعني إحنا بنتكلم دلوقتي عن آلاف الأميال ما بين الكان الإسرائيلي وما بين دول أمريكا اللاتينية يعني ما فيش اتصال حتى على البعض الجغرافي أو الاقتصادي أو السياسي فطبيعي يكون فيه قطع يعني الدبلوماسية ده أمر مش هيأثر كتير على دول أمريكا اللاتينية حتى كمان كان فيه رد من الجانب الإسرائيلي إن هذا الأمر غير مهم بالنسبة لها لكن في نفس الوقت هينددت به ويعني أشارت إن هذه الدول بتدعم الإرهاب وبتدعم فصائل يعني الإرهاب في فلسطين كما تدعي الكان الإسرائيلي فالحقيقة فيه أمور متخبطة كثيرة في هذا الأمر لكن في النهاية هذه الدول من الأساس بتدعم القضايا الفلسطينية طيب هذا الموقف هل ممكن يكون لي تأثير أي أن كان شكل هذا التأثير عما تفعل قوات الاحتلال الآن هو مش الموقف ده بس يعني إحنا دلوقتي شايفين أن فيه حتى تحرقات دبلوماسية من جانب وزراء الخارجية في بعض الدول الأوروبية في أمريكا نفسها الولايات المتحدة الأمريكية بدأت يعني بعض قيادات الرئيسية في وزارة أنتوني بلينك الوزير الخارجية الأمريكي بتندد بأفعال إسرائيل وبتشير أن الدور الأمريكي أصبح دور مخزي ومقزز أمام العالم أصبح النظرة اختلفت كثيرا إلى دول يعني أو الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم رضعها بما تفعله إسرائيل في قطاع غزة طبعا الأمر هيأثر والدليل على كده أن أصبح القضية الرأي العام الدولي هي الأولى القضية الفلسطينية أصبح هناك التزييف اللي كانت دائما بتنشر دولة إسرائيل المحتلة عن ما يتفعله المقاومة من أمور شنعاء تجاهها أصبح هذا الأمر فيه خلل كبير وغير موصوق فيه الدبلوماسية الخارجية نفسها الغربية بدأت تتغير تجاه هذه القضية بدأ يكون هناك اضطرابات حتى في تغيير بعض الوزارات في الدول الأوروبية فأصبح هناك بالفعل خلل كبير في هذه المنظومة وأصبحت القضية الفلسطينية ينظر إليها بأمر مختلف أنه لازم تكون مدعومة ليس فقط من الشعوب كما شاهدنا المظاهرات والتنديدات في جميع واصم العالم في أماكن حيوية في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بل أصبح كمان هناك دعم كبير من الدبلوماسيين والسياسيين وبعض وزراء الخارجية في بعض الدول على ذكر الدبلوماسية زي محرك بتقولي هناك سحب لبعض السفراء لدول أمريكا اللاتينية هل ده لدعم مزيد والقاء الدوء على القضية الفلسطينية؟ طبعا يعني هي السحب الدبلوماسيين دي أعمالية دبلوماسية يعني قتل علاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ده إعتراف كبير بأن ما تشنوا إسرائيل على قطع غزة هي أعمال وحشية هي أعمال يعني وصفتها هذه الدول بأنها أعمال إجرامية وليس هناك توازن بالمرة ما بين يعني ما تفعله إسرائيل وجيش الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني وما فعلته حماس حتى يعني إذا تحدثنا عن أنتوني غترش نفسه الأمين العام للأمم المتحدة بيندد من وقت لآخر بعبارات قوية جدا يعني بيندد بأفعال إسرائيل وبيقول أن هذه حرب غير متوازنة ويعني الحقيقة نشوفنا على مدار الأيام اللي فاتت كلها أو الأكتر من 37 يوم اللي فاتوا جدا من أمين العام للأمم المتحدة مما ادعى نتنياهو نفسه أنه هو يشير إلى أن تصرحات غترش غير مسؤولة لكن بالطبع هو بيتحدث من الجانب الإنساني أن هذه حرب غير متوازنة يعني هما لما يستطيعون حماية الأبرياء من الأطفال والنساء لكن إحنا في النهاية عارفين طبعا أن إسرائيل بتقصد هذا الأمر إسرائيل بتعمل على قتل الأطفال والنساء بشيء مقصود بتقصف المستشفيات بحجة أن هناك عناصر المقاومة إيه هو التبرير أن يكون في قتل للمواطنين الفلسطينيين في الضفة هناك بعد العمليات المسلحة من جانب الشعب أو المستوطنين الإسرائيليين بقتل المواطنين في الضفة الحقيقة أفعال شنعال أصبحت وضعت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في موقف مخزي ومقزز أمام العالم كله أصبح العالم كله بيدين هذه الأفعال الإجرامية من الجانب الإسرائيلي وبتسعى أنتظر في الأيام القادمة سوف يكون هناك بعض التغييرات بسبب أن هناك تسعيد مستمر من جانب الرأي العام الدولي من جانب التحركات الدبلوماسية والسياسية ربما يكون هذا له أثر بالفعل على قضية أو على الحرب الشرعية التي تتشرنا إسرائيل على قطاع غزة الرئيس البرازيلي اللولا دي سيلفا كان يهد تصريحات قوية جدا وقال أن ما تفعله إسرائيل هو إبادة جماعية هو إرهاب بالنص كده بحسب تصريحاته هو تصريح حقيقي يعني إحنا اللي بيشوف الرؤية الحقيقة ومش إحنا بس مش العرب بس أو المسلمين بس العالم كله بيرى أن ما يفعله نتانياه وتجاه الشعب الفلسطيني هو إرهاب هي ليست حرب لأن الحرب بيكون جيش نظامي أمام جيش نظامي إحنا دلوقتي بنتحدث في جيش مسلح بكل إعتاد والعدة والدعم العسكري وليس العسكري فقط يعني نتحدث عن جنود المارينز دلوقتي بحربه أو موجودين على الأراضي الفلسطينية يعني هي حرب قوية جدا بكل المقاييس على مدنيين عزل فهي في الحقيقة ليست حربا هي بالفعل عمليات إرهابية وإجرامية هي بالفعل تشبه حروب العصابات التي من هدفها أن يكون هناك بس رعب وزعر ما بين المواطنين عشان يسيبوا الأرض ويتم تهجير الفلسطينيين من أرضهم وده طبعا شيء مرفوض من الشعب الفلسطيني نفسه قبل ما يكون مرفوض من دول الجوار بسبب عدم تصفيت هذه القضية والوصول إلى ما يريد أن تصل إليها هذه الحكومة والاستلاء على الأراضي الفلسطينية طبعا شيء مرفوض وبيميرس نتانياه هذه الأمور وشهد رئيس البرازيل بهذا وشهدت العديد من القضايا الدولية قضايا الرأي الدولية يعني كان هناك تجميع أكثر من توقيع مليون توقيع أممي من قبل الشعوب برفض ما تفعله إسرائيل يعني نحن يوميا بنشاهد تطورات بتندد أفعال إسرائيل وأيضا يعني أقدر أقول في النهاية أن نحن بننتظر أن بالفعل يكون هناك بعض التغييرات وخاصة أن هذه الحرب لم تصل إلى نتيجة حقيقية حتى الآن يعني حتى الآن لم يصل نتانياه إلى ناصر حقيقي لم يصل نتانياه إلى قتل حماس كما يدعي دائما نحن نستمع يوميا أن هناك بعض المفاوضات ما بين الجانبين ربما تصل إليها حماس وإسرائيل بأن يكون هناك تبادل للأسر يعني كان لسه آخر تصريح فيه اتفاقية أو رؤية أن يكون 35 مقابل 35 35 من النساء الإسرائيليين المحتجزين مقابل 35 من النساء الفلسطينيين اللي طبعا في المعتقلات بسبب أسباب عدة مختلفة فيعني ربما يكون هناك بعض المفاوضات ربما التأخر في تحقيق هدف حقيقي من الجانب الإسرائيلي في هذه الحرب لأنها بلا هدف واضح لم تكن بالقضاء بالفعل على حماس كما يدعي نتانياه فيعني ربما تكون هذه الضغوط والتحركات الدبلوماسية هي أي نعم أكيد بطيئة لأن احنا دلوقتي تخطينا ندخلنا في الشهر الثاني في هذه الحرب على شعب أعزل لكن في نهاية بننتظر يكون في نتيجة ربما الضغوط الدبلوماسية وبعض الأوراق التي تمتلكها بعض الدول يكون لها رأي آخر وتعمل على تغيير مصر هذه القضائية صريحات رئيس لولا دي سيلفيا لقيت ردود أفعال من ممثل الجالية اليهودية اللي موجودة في أمريكا اللاتينية وهي من الجاليات الكبيرة جدا هناك عايزين نعرف حضرتك شفت إزاي ممثلوا هذه الجالية في ردودهم كانوا بيتصرف هقول حضرتك هي دول أمريكا اللاتينية عمتا فيها جالية كبيرة من الجالية العربية والفلسطينية نتحدث عن دولة تشيك كمان فيها أكثر من 500 ألف مواطن من أصول فلسطينية نحن نتحدث عن جاليات زي ما تحدثت في البداية أن الدول أمريكا اللاتينية بها العديد من الجنسيات والمختلفة التي لها أصول عرقية والتي لها وجود أصولي في العالم يعني إحنا دولايات ما نتكلمش مثلا كان الإسرائيلي محتل الولايات المتحدة الأمريكية عارفين نشأت إزاي الجنسيات الأمريكية إيه وضعها وهم ليست مواطنين أو أصحاب أرض حقيقيين للأسف إحنا بنتحدث عن دول يعني بنيت تاريخها وبنت حضرتها وكل ما هي عليه الآن عن طريق سلب الأرض وعن طريق امتلاك أرض ليس من حقها فهذه الدول بتتحدث حقيقة بحقوق الإنسان رغب أن الولايات المتحدة الأمريكية تتهم دائما هذه الدول بعدم تطبيق حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية وطبعا إحنا لقينا أن كل ده عبارة عن عبارات زائفة ليس لها وجود خاصة مع اندلاع طفان الأقصى لأن لقينا فيه إزدواجية في المعايير ولقينا أن فيه تمييز وعنصرية كبير من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ربما يكون بعد تصريحات من قادة دول أمريكا اللاتنية يكون لها أثر كبير في الأيام القادمة وممكن يكون لها دور تشجيعي أن بقية الدول اللي شايفة أن ده فعلا حق مسلوب وأن الكيان الإسرائيلي تخطى كل حدوده لأن إحنا بنتكلم إحنا على فكرة في الأزمة دي مش من اندلاع طفان الأقصى بس لا إحنا اتكلمنا قبلها بشهور طويلة كنا يوميا بنقول أن فيه يعني غطراسة فيه تعديات من الجانب الإسرائيلي كان فيه توسع في الاستطان خاصة طبعا مع تلاقي حكومة نتنياهو وهي حكومة يامنية متطرفة لعقاء الدنيا مغلوطة بتقوم على تطبيقها وأنا شايفة أن طفان الأقصى خدته حجة قوية عشان تنفذ نقدر نقول الترسيخ العقائدي داخل حكومة نتنياهو بتنفذه دلوقتي خدت طفان الأقصى سبب أو حجة قوية عشان تنفذ مخططة بالفعل كانت بتنفذ وإحنا كنا يوميا بيسكت شهداء وكان يوميا بيسكت شهداء في فلسطين وبيتم سلب الأرض وبيتم نزوح المواطنين من أماكنهم وبيوتهم لأن دي هي تطبيق الحكومة اليمنية للنيتنياهو أنا عايزة لحادثة كمان أن التصريحات الدبلوماسية اللي تمت من دول أمريكا اللاتينية ليست فقط من أمريكا اللاتينية أو من دول أمريكا اللاتينية هناك بعض الدول الأوروبية بتندد بأفعال إسرائيل هناك تخبط ما بين الوزراء في بعض الدول الأوروبية الشعوب بتنتشر في العالم يوميا والعواصم والأماكن حوالها ما بتندد بأفعال إسرائيل عايزة أقول لحادثة كمان أن الداخل الأمريكي فيه بعض الاختناق السياسي ما بين الدموقراطيين والجمهوريين مش هنقول تعطفا مع الجانب الفلسطيني ولكن نظرا إلى الوضع الاقتصادي وإلى الحروب الكثيرة التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية بتندد بيه الحزب الدموقراطي داخل الكونجرس الأمريكي وآخر اللقاء كان هناك اختلاف ما بين الحزبين باتهمات تراشق التهمات بأن الحروب دي بتعطل الدخل القومي الأمريكي وبتعطل إعفاء المواطنيين من الدرائل لأن طبعا إحنا شايفيني أن الأزمة العالمية الاقتصادية أثرت أيضا عن المواطن الأمريكي فهناك الحقيقة تخبط كثير هناك أيضا أحزاب يسارية لها أراء مختلفة داخل إيطاليا كان هناك أيضا الكثير من الأمور نشبت بسبب الحرب على غزة فالحقيقة هناك تخبط كبير في العالم وربما يكون له نتيجة إيجابية في الأيام القادمة على الأقل للضغط الدبلوماسي أن تكون هناك هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار أو وقف إطلاق النار حقيقة من الجانب الإسرائيلي على القطاع غزة شكرا جزيلا دكتورة غادة جابر الكاتب والبحثة في العلوم السياسية شكرا جزيلا لحضرت شكرا جزيلا لحضرت